قبل مدة امرأة كلمتني هي يعني رسالة للنساء احيانا المرأة تلقي كلاما على الرجل الرجل ليس كالمرأة بمعنى الرجل انخدشت كرامته ليس كالمرأة المرأة ربما تتحمل كلام يبناك بعض الناس النساء تسمع عنه وتخرج منه ليس كالرجل الرجل كلمة تقتله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك من قهر الرجال ولم يقل من قهر النساء فالرجل إذا قهر يفعل ما لا يفعله أحد يؤذي يصبح أسد وهرب بين حمر مستنفرة هذا حل الرجل الذي يقر امرأة تصرت تبكي والله العظيم بكاؤها كاد أن يبكيني اختي امسك نفسك تكلمي حتى أستطيع اسمع لي هذه القصة لمن لها زوج فلتحمد ربها ما بكي قالت هل لي توبة ما هي التوبة ماذا صنعتي أنا وقع في نفسي أمر عظام قلت ما توبتك قالت وقع مشكلة بيني وبين زوجي وقعت مشكلة بيني وبين زوجي بالله العظيم تسمع ما حصل فقلت له فزوجي وضع يده رأسه على يدي اليمنى متكئا هكذا على الطاولة قالت وأنا في الصالة أعاتبه أنت لو رجل طلقني أنت ما عندك كرامة إذا عندك كرامة طلقني يلا طلقني وهو ينظر إليه هكذا والله لا آخذ هي تقول فقلت له أقسم بله سأخذ عيالي وأذلك على باب المحكمة ولا تنال أبنائك ولن تراهم إلا يوم في الأسبوع قالت وهو ينظر إليه فقلت رد رد أنت لست رجل فلما سكت خفت فذهبت إليه ويذهب بميت مات قالت فاتصلت فجاءت الإسعاف مات جلطة دماغية لم يتحمل فتقول هل لي توبة أنا يتمت أبنائي ما حالها لهكذا المرأة والرجل لا يشعر بالنعم حتى تفقد ويحصر فضل الله فيما ليس بيديه لما سمعت أنا هذه القصة ارتجفت قلت أسأل الله لا يبتلين بما ابتلاك استغفره حتى امرأة تقول لزوجها لست برجل لو عندك كرام طلقني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها امرأة تطلب الطلاق من غير بأس حرام عليها ريح الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المختلعات هن المنافقات الذي تطلب الخلع لأنه دمار أسرة الطلاق بمعرض وجود الأبناء جريمة لا تختفر الشهد فأين وصل؟